سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج حكاية وأولاد البلد رجعنا لكم تاني للفقرة الرياضية الأسبوعية طبعاً إحنا الفيديو مش هلعقب عليه بشكل كبير طبعاً واضح قدامكم الأسبوع الماضي عملنا تمرين باي سيفس وغيرنا الأسبوع اللي إحنا موجودين فيه بتمرين تانية طبعاً إحنا الموضوع معروف اللي إحنا برضو لازم نلعب زي ما اتفقنا زي ما انتم شفتم حراركم الفيديو ننزل ببطء أهم حاجة يا جماعة النزول ببطء والأداء يبقى زي ما احنا شوفنا كده عشان الإصابات النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الموضوع التاني معنا النهاردة الكابتن هبة داود وهنناقش إن شاء الله معنا المفاهيم المنتشر الخاطئة في الجيم وخصوصاً للسيدات أهلاً بيك يا كابتن هبة أهلاً بيك يا كوتش كابتن هبة طبعاً إحنا عندنا مشكلة بالنسبة للسيدات مشكلة كبيرة جداً وبنتسئل فيها على طول بالنسبة للسيدات اللي بتروح للجيم خايفة يطلع لها عضلات معي إيه حل المشكلة دي؟ هما لازم يفهموا إن النسيج العضلي أو العضلات بتنمو في الجسم بناء على تركيبة هرمونات والهرمون المسؤول عن ظهور العضلات أو ظهور الصفات اللي بتميز الرجالة اللي هو هرمون تستستيرون أو تستستيرون ده بيخلي حجم العضلة وبيخلي الشكل نفسه مختلف عن شكل الست الهرمون ده موجود عند الستات بس بالنسبة قليلة عن الرجالة فملوش علاقة بأنا شلت وزن قد إيه أو عملت إيه هو هرمون نفسه بيخلي العضلة تكبر بمدى معين أو حجم معين ففكرة إن العضلة تبقى أوفر شكلها زي الرجالة أو تبقى عندها عضلات زي الرجالة لأ مش هيحصل لإن أنت نسبة الهرمون عندك في جسمك مش زي الراجل الناس اللي هي بتصوفيهم في السوشال ميديا البنات اللي عندها مصلز أوفر دي بتبقى واخدة كورس هرمونات مش عشان هي لابت مجرد تمارين في الجمع اللي هو السترويد قصدك بالضبط صح؟ بتاخد كورس حقا بس في حاجة برضو كابتن مهمة في بنات برضو ربا شوفها بطلع لها عضلات يعني بطلع لها عضلات ما هي عشان خاطر برضو خدت استرويدز أو خدت في ناس بتنصح ببعض البودرز بيبقى فيها شواية تستشتيرهم طبعا دي هم بياخدوا الحاجة بدون وعد مش تقل الويت أو مدة التدريب هي اللي هتخلي البنت عضلاتها زي الراجل وإلا كان كل الرجال راحوا الجنب بكل بساطة وطلعوا فورما في شهر صحيح طب احنا عندنا برضو يودينا الحاجة مهمة يعني فيه كتير قوي بيلعبوا حديد وبيبطلوا وبيحسوا لهم هتلع لهم دهون بعد كده يعني دوقتي هبدأ مثلا يعني أتكلم بالنسبة للسيادات برضو هتتمرن حديد وبعد كده بتبطل وبعد كده بتحس لها أو بتخاف لها طلع لها دهون هو ده من ضمن الشائعات اللي طلعة إن البنات بتيجي الجنب تقول أنا يا كابتن خايف أن أنا لما بطل العضلات اللي طلعتلي تتحول لدهون ده مستحيل برضو إنه يحصل لأن النسيج العضلي مختلف تماما عن النسيج الدهني ده تكوين وده تكوين ده غير إن العضلة ما تكون قوية ويعني أنا بمرنها بيحصل حاجة اسمها النغمة العضلية بتزيد فأنت بتحرقي الدهون وإنت نايمة في البيت فأنت مش مفود تقلقي خالص إن أنت بقى عندك مصلز لأ أنت مفود تبقي بتسعي إنه يبقى عندك عضلات قوية أول حاجة عشان تخلي جسمك أرشق أخف في الحركة وتحس إن أنت يعني بني قادرة تقومي بالوظائف اليومية بتاعتك بدون ما تحس إنه ظهرك وجعك ركبك وجعيك إن أنت تقيلة في الحركة عشان ما تحسش إنه أنت عجزتي قبل قوانك صحيح صحيح كلمة الدهون بالدائق لس كتير قوي يعني عاوزين نعرف برضو إيه معنى دهون يعني إيه دهون هي كلمة بتخوف كل الناس وبتدائق كل نقس هو الدهون زيها زي أي حاجة مصدر من مصادر الطاقة في الجسم بس الجسم بيختار إنه هو يخزنها في الخلايا بتاعت الجسم عشان يستهلكها في فترة المجاعة لأن هي كل جرام من الدهون بيدينا تسعة سعر حراري فده بيخلي الجسم يميل أفضل إنه هو يخزنه عشان يطلعه في وقت المجاعة لكن الدهون كدهون هي مش ضارة هي فيه أنواع دهون مش كويسة اللي هي موجودة في الأكل بتاع الشارع وموجودة في الحاجات الغير صحية لكن فيه دهون صحية زي زيت الزتون زيت جوز الهند موجودة في المكسرات الزيوت الموجودة في المكسرات فما ينفعش إن أنا أقول على الدهون إن هي حاجة وحشة هو كل حاجة لازم تستهلك صح سواء دهون كاربوهايدرات أو بروتين كل حاجة كل شيء زاد عن حدد ألد ضده يعني تمام طب ممكن نعرف بس أفضل نظام غذائي هو أفضل نظام غذائي حاجة اسمها نظام غذائي أحسن واحد فيه نظام غذائي بيناسب شخص عن شخص بس أنا كمدربة بفضل النظام الغذائي اللي هو الصيام المتقطع عشان هو طبيعي أكتر ما بنحرمش الناس من حاجة ما بنلزمش الناس إن هما يبطلوا نوع معين من الأكل ويمشوا على نوع معين ومش هنتماعن يعني في الأنظمة الغذائية الثاني إحنا نتكلم على النظام نفسه الصيام المتقطع الناس بتيجي مستسعباء إن إحنا بنصوم 16 ساعة برضو بتفرح بيه إن هو 8 ساعة تأكل فيها براحتها هو الفكر ذي غلط للأسف وقت البرامج انتهى طبعا إحنا معنا أسئلة كتير جدا إن شاء الله تبقى معنا في الحالات القادمة عزيزي المشاهدين ومتابعين انتظرونا الإسبوع القادم الساعة السامنة إلا اللقاء